بالرغم من استخدامي اليومي والحصري لدي مينيو كآب لانشر ووجود عدد كبير من السكريبتات اللي ممكن اني استخدمها أو اكتبها بنفسي لحتى قوم بأي مهمة ممكن اني كوم بحاجتها بس هاد الكلام أولاً بياخد وقت طويل ما بين كتابة السكريبت واختبارها ووجود احتمالية حاجتي للقيام بترقيع دي مينيو أو ان الشخص ببساطة ما بيرغب باستخدام دي مينيو بالمقام الأول وخاصة اذا كنت عم تستخدم واجهة رسومية متكاملة وليس ويندو مانجر مستقل فصحيح ان بلازما وغنوم بيقدموا أدوات مبنية للقيام ببعض وظائف البحث عن الملفات وفتح البرامج والبحث بالنت مباشرة بس برنامج ألبرت بيسمح لجميع مستخدمي لينوكس بغض النظر عن الواجهة الرسومية المستخدمة بالاستمتاع بتجربة فريدة للبحث عن ملفاتك أو فتح البرامج اللي بتستخدمها بشكل مباشر بدون الحاجة للاعتماد على قائمة بلازما أو لانشر جنوم أو قائمة ويسكر على XFCE بالإضافة لإمكانية إضافة اللي كتير من البلاغينز في حال كانت الإضافات اللي بتجي مسبتة بشكل مسبق مع البرنامج غير كافية لكن قبل الخوض بتفاصيل البرنامج فلابد من ذكر أنه لو فتحت المتجر الخاص بواجهتك الرسومية على فرض أنه الواجهة الرسومية اللي عم بتستخدمها يجي معها متجر خاص فيها مثل Discover على بلازما أو Gnome Software على Gnome أو استخدمت مدير الحزم الخاص بتوزيعتك لتثبيت برنامج Albert فرح تلاحظ مباشرة أنه البرنامج غير موجود على مستودعات أي توزيعة وبالتالي فلا تثبيت البرنامج لابد من القيام بالعملية بشكل يدوي بس عملية التثبيت بغاية البساطة وليست بحاجة للقيام بالتثبيت من المصدر أبدا إلا إذا ما كان في عندي ملف الباينيري لتوزيعتي اللي عم مالي استخدمها فلتثبيت البرنامج بيكفي فقط زيارة الرابط اللي رح يكون موجود بسندوق الوصف اللي رح ياخذنا لصفحة التحميل الخاصة بألبرت واختيار التوزيعة اللي عم نستخدمها لللاحظ وجود طريقتين مختلفين لتثبيت البرنامج فإما عن طريق إضافة المستودع الخاص بألبرت وبعدها تثبيت البرنامج باستخدام مدير الحزم أو عن طريق تحميل ملف التثبيت ملف الباكيج بحد ذاته وبعدها فتح الترمينال وتثبيت البرنامج يدويا فعلى فرض إن المستخدم اختار الطريقة التانية اللي هي تحميل الباكيج فبالأتمان على توزيعتك فالكومند رح يكون مختلف فعلى أورتش ومشتقاتها رح نستخدم الأمر التالي لتثبيت البرنامج بعد تحميل الباكيج سودو باكمان داش كابيتال يو وبعدين اسم الباكيج اللي في إلها الاكستنشن دوت زي اس تي أما لو كنا على ديبيان أو أوبونتو أو مشتقاتها فرح نستخدم الأمر التالي سودو دي باكيج داش آي وباكيج نيم اللي رح تكون الاكستنشن دوت ديب أما لو كنا على فيدورة ردهات ومشتقاتها فرح نستخدم الأمر التالي سودو آر بي ام داش آي باكيج نيم اللي رح تكون الاكستنشن دوت آر بي ام أما لو كنت على توزيعات مختلفة عن التوزيعات اللي ذكرتها فأكيد الكومند رح يكون مختلف وإذا ما كان في عندي أي باكيج أو أي بايناري فمتل ما حكيت بهي الحالة رح تكون مضطر إنك تبني البرنامج من المصدر بس أكيد على الموقع رح تلاقي خطوات التسبيت خطوة بخطوة يمكن الشيء الوحيد المعقد مع برنامج ألبرت هو عملية التسبيت لأن استخدام البرنامج عملية بغاية البساطة بس أول شيء لازم أنه نعرفه هو شو اختصار الكيبورد أو الكي بايندينج لحتى نفتح البرنامج اللي بشكل افتراضي بعد تسبيت البرنامج بدون القيام بأي تعديلات رح يكون هو كونترول و سبيس فبمجرد الضغط على كونترول و سبيس رح يطلع عندي صندوق بحث بمنتصف الشاشة اللي هو برنامج ألبرت بالإضافة إلى وجود أيقونة بل سي ستري اللي عن طريقها رح نقوم بعملية الكونفيجريشن للبرنامج فبعد الضغط بالزر اليمين على الأيقونة واختيار سيتنجز رح نشوف أنه بقسم جينيرل الابشن أنا مغيره أنا حاطت السوبر سبيس لأنه الكونترول سبيس بعمالي استخدمها لوظيفة تانية بس كمان بهاي النافذة رح شوف أنه في عندي إمكانية اختيار الترمينال اللي رح يستخدمها برنامج ألبرت لتنفيذ السكريبتات في حال تفعيل البلوغين الخاص بهالشي وبيسمح بإمكانية التشغيل التلقائي للبرنامج أما لو دخلنا لقسم ويندو فهذا القسم هو المسؤول عن تغيير الثيم المستخدمة للبرنامج بس أكيد البعض رح يقول أنه هالميزة أو هالخيار ممكن أنه يكون غير مفعل فقبل ما نقول السبب يا ريت ما تنسى تضغط زر اللايك لحتى نخلي خوارزمية يوتيوب تنشر الفيديو بشكل أكبر وبالنسبة لتغيير الثيم فهي الميزة صالحة للاستخدام في حال كان الفرونت اند المستخدم بقسم جنرال هو الويدجيت باكس موديل وليس الكيو ام ال باكس موديل فكمان بهاي النافذة ويندو في بعض الإعدادات الثانية الخاصة بسنترة النافذة أو وضعها فوق النوافذ الثانية أو تفعيل وتعطيل الدروب شادوز رح نترك قسم هاندلرز لبعد شوي ونشوف قسم بلاكينز لأن هذا هو نقطة قوة ألبرت ولي من خلاله رح نتمكن من تفعيل وتعطيل نتائج البحث المنغوب فيها فبعد تثبيت البرنامج للمرة الأولى رح نلاحظ أن البلاكينز المثبتة عددها أليل وما بتبرر عنها تثبيت برنامج إضافي على النظام بالرغم من أن البرنامج خفيف جدا على موارد النظام بس لحتى نستفيد فعلا من كامل إمكانيات ألبرت رح نقوم بإضافة المزيد من البلاكينز المكتوبة من قبل المستخدمين باستخدام بايثون وتفعيل هالإضافات أو البلاكينز هو مجرد كبسة زر فبمجرد تفعيل خيار بايثون أو الضغط على المربع على يسار كلمة بايثون رح نشوف الكمل هائل من البلاكينز اللي صار بإمكاننا نستخدمها مع البرنامج فبالنسبة لأهم الإضافات اللي رح تستخدمها بشكل شبه دائم رح يكون في عنا إضافة فتح البرامج إضافة البحث عن الملفات اللي لابد من تحديد المسار أو المسارات اللي بدنا إنه البرنامج يقوم بالبحث ضمنها وبلغين الوقت والتاريخ بلغين ويكيبيتيا بلغين أرتش ويكي بلغين الإيموجيز وبلغين الآلة الحاسبة وبلغين البحث بالإنترنت اللي على خلاف البرامج الثانية مثل اللي بيجي مع جنوم أو مع بلاسما فهذا البلغين بيسمح لي بإمكانية اختيار محرك البحث الخاص فيه مثل على سبيل المثال اللي كنت حاكي عنه بشكل منفصل بفيديو مستقل واللي رح يكون موجود بالكارد اللي رح تطلع على أعلى الشاشة أما لو رجعنا لقسم هاندلرز فهون رح نكون قادرين أنه نشوف شو هي الكلمة المفتاحية الخاصة بكل بلغين لحتى يتم تفعيله فمثلا الإيموجيز بضغط نقطين وبعدين شو اسم الإيموجي اللي بدي استخدمها بالنسبة لل الديت التايم بالنسبة للويكي أو للأرتش فكل واحد من هاي البلغينز إلو كلمة مفتاحية خاصة فيه بيستخدمها بيكتب الكلمة وبعدين بحط سبيس إذا كنت مثلا عمالي أكتب ويكي بعدين سبيس وبعدين المقال اللي بدي دور عليه على ويكي أو آرتش ويكي سبيس أي آي ويكي بعدين سبيس بعدين شو بدي دور على آرتش ويكي وهلما جره بالنسبة للأهل الحاسبة رح حط يساوي وبعدين شو هي العملية الحسابية اللي بدي يقوم فيها لحتى افتح برنامج بس بكتب اسم البرنامج لحتى دور على ملف طبعا في حال كنت حاطت المسارات اللي بدي دور عليها فبحط اسم الملف وهون رح شوف انه ممكن اني فعل الفازي ماتش لحتى البرنامج وقت اللي يقوم بعملية البحث ما يكون مقيد بانه الاحرف لازم تكون مكتوبة بترتيب ورا بعضها مجرد اني اكتب حرف باليمين وحرف باليسار فهو رح يدور على كل الملفات او البرامج اللي موجود فيها هاي الاحرف فلو كنت من الناس اللي عمالها تدور على برنامج خفيف وصغير لزيادة انتاجيتك وبتستخدم الكيبورد بشكل مستمر فاكيد رح تلاقي انه البرت هو البديل الافضل لدي منيو وبأمان الله اشتركوا في القناة